اشتركوا في القناة وقد رفع الوزراء المشاركون رفعوا برقية شكر إلى جلالة الملك المفدى تقديرا لتفضل جلالته برعاية اعمال المؤتمر كما هنى المؤتمر مملكة البحرين بمناسبة مرور مئة عام على التعليم النظامي واشهد بمهرجان البحرين اولا وما له من دور فعال ومتميز في مجال تفعيل الانشطة الطلابية وتعزيز المواطنة من منظور تربوي كما دعا الدول العربية إلى الاستفادة مما يوفره المركز الاقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في البحرين الذي يعمل تحت اشراف اليونسكو في مجال تدريب العطر العربية المختصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برعاية كريمة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه احتضنت مملكة البحرين اعمال المؤتمر الحادي عشر لوزراء التربية والتعليم العرب تحت شعار السياسات التعليمية ودورها في تحقيق الهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة عشرين ثلاثين بتنظيم من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الالكسو بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وذلك بحضور الوزراء ومن ينوب عنهم من كبار المسؤولين بمختلف الدول العربية الشقيقة اضافة الى مديري وممثلي عدد من المنظمات التربوية والاقليمية والدولية وممثل عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية بدأت اعمال المؤتمر بكلمة لسعادة الدكتور ماجد بن علي بن عيمي وزير التربية والتعليم رحب فيها برؤساء واعضاء الوفود المشاركة في هذا المؤتمر الذي تتشرف مملكة البحرين باحتضانه بالتزامن مع احتفالاتها بمؤوية التعليم ناقلا لهم تحيات وتقدير حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء وتمنياتهم بأن يسهم هذا المؤتمر التربوي في تعزيز المسيرة التعليمية العربية والتي تتشرف باحتضان هذا اللقاء المبارك برعاية كريمة من سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه متشرفا بنقل تحيات جلالته الكريم وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وتحيات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم إليكم جميعا وتمنياتهم لمؤتمركم هذا بالتوفيق والنجاح لتحقيق أهدافنا العربية المشتركة كما يشرفني أن أقدم جزيل الشكر والإمتنان لمملكة البحرين على استضافتها الكريمة لمؤتمرنا وعلى حسن الاستقبال الذي حضينا به راجيا من أخي العزيز معالي دكتور ماجد بن علي النعيم أن يبلغ صاحب الجلالة مشكورا جلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة حافظه الله ورعاه أسماء عبارات التقدير والعرفان وأصدقى مشاعر الإكبار لهذه الرعاية السامية التي أحاطنا بها ينسجم مع احتفال مملكة البحرين بمعوية التعليم وكذلك الأوراق المطروحة عليها المؤتمر تكتسب أهمية فهو يركز على موضوع التعليم والتنمية المستدامة ونقل التجارب وتعزيز الهوية العربية في هذا العالم المستجد بين لحظة وأخرى ويشهد تطورات كبيرة تؤثر على النشأ فهناك أوراق مقدمة والحضور في المؤتمر حضور متميز ولله الحمد يؤكد العلاقة القوية بين مملكة البحرين والدول العربية حقيقة كلمة جلالة الملك كانت في لحظة عفوية تجمع طلاب كبير عائلات أطفال يرخصون يحيون مئوية التعليم في البحرين حقيقة زهرات تفتحت بعد نصب عليها الماء مئة سنة لتتفتح في هذا اليوم احتفالية بامتياز أبو مع بنائه حقيقة كانت لحظة تحتاج التشجيع وتحتاج التمييز إنجاز كبير جدا ومعروف أن مملكة البحرين كانت سباقة في جميع المجالات وخاصة التعليم ويدل على هذا المستوى الحضاري الذي وصلت لمملكة البحرين سواء في التنمية أو حتى في مستوى الأفراد وتعليمهم في مملكة البحرين وتوجد هذا بكلمة رائعة جدا من صاحب الجلالة الملك حمد حفظه الله التي أكد فيها على أن التعليم يبقى هو الأولوية وهو المحرك لجميع مناح التنمية سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم أكد أن مملكة البحرين قد خطت خطوات كبيرة في سبيل تحقيق هذا الهدف حيث يتمتع جميع طلبتها بتعليم أساسي إلزامي وثانوي مجاني ومنصف وجيد ويتضمن تكافؤ الفرص بين البنين والبنات ويمكن الجميع من امتلاك مهارات العيش في القرن الحادي والعشرين ويدمج الطلبة ذوي الاختياجات الخاصة بشكل مناسب ويهتم بالتوسع السريع في استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصال في التعليم ظرف زمني متميز عربيا ودوليا ومحليا ظرف الدولي هي الإكراخات والتحديات التي تواجه المنظومة التربوية الظرف العربي هو المتميز والتحدي الكبير هو ما تواجه دون العربية في هذه المرحلة التميز المكاني هو مئوية البحرين التعليمية والتعليم النظامي وما وصلت إليه هذه المملكة ووصلت إليه من تطور كبير حقيقة يعتبر شاهد على الجهود التي بذلت الهدف الرابع هو هدف التعليم وفيه سبع هداف تحته تعاون الدول وتبادل الخبرات وتمكين بناءنا الطلبة في تحقيق هذه الهداف أمر ضروري وملح خاصة ونحن نريد للوطن العربي نهضة ثقافية علمية تمكن الوطن العربي من الخروج من عدم التوازن الموجود فيه حاليا إلى حالة توازن واستقرار واستدامة لم تنتبه الدول العربية لهذا الأمر فستركب ركب متأخر جدا لأن الدول العالمية الآن بدأت تعمل وتبدل قصارة جهدها في تحقيق هذا الهدف الرابع ومثل هذا المؤتمر في مملكة البحرين يؤثر ويؤسس لاهتمام عربي مشترك للعمل على تحقيق الهدف الرابع المؤتمر أوصى بدعوة منظمة الأليكسو إلى التنسيق مع الدول العربية في وضع مؤشرات لمتابعة السياسات التعليمية الرامية إلى تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة والتنسيق مع الهيئات والمراكز الوطنية المعنية بالقياس والتقويم لوضع شبكة عربية جامعة بهدف توحيد جهودها وتعزيز دورها في تطوير منظومة التقويم التربوي للمساعدة في تجويد النظم التعليمية وتحسين أدائها على المستوى العربي ترجمة نانسي قنقر